اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الاعلام ان تمكين الكفاءة الوطنية الشابة المبدعة وتعزيز الحريات الصحفية والاعلامية المسؤولة يمثل محور النهوض بالرسالة الاعلامية ومؤكبتها للثورة المعلومية والاتصالية الهائلة بما يسهم في ابراز الانجازات الوطنية الرائدة محليا وخارجيا في اطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واعرب سعادة الوزير في لقاء مفتوح مع اساتذة وطلبة الجامعة الاهلية عن فقره واعتزازه بنعقاد هذه الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني وما احدثه من انطلاقة حضارية لمسيرة الاصلاح والتحديث والانفتاح الاعلامي في ظل الدعم لا محدود من لدن جلالة الملك المفدة لحرية الصحافة والاعلام وترسيخ المجتمع المعرفي ورعاية الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن واشر وزير الاعلام الى ان حرص الوزارة على تهيئة الاجواء التشريعية والفنية والمهنية للنهوض بالاعلام الوطني وتأثيره كشريك فاعل في حماية امن الوطن واستقراره وصون هويته الثقافية والحضارية وتعزيز مسيرته التنموية والحضارية على اسس من الحرية المسؤولة والتعددية والاستقلالية والابداع والاستدامة وفق استراتيجية عصرية مرينة متقدمة بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية وانوها الى التزام الوزارة في رسالتها التنموية بترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة وتأهيل الكوادر الاعلامية الوطنية والتي تمثل 98.8% من موظفية الوزارة عبر ادماجها في البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع الجامعات الوطنية والمؤسسات العالمية وتنمية قدرتها في دعم فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء عبر نشر الحقائق والمعلومات الموثوقة والتوعية بالاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وانتاج حصص تعليمية متلفزة واطلاق حملتها التوعوية قل خيرا في مواجهة الشائعات وخطاب الكراهية والتنمر الالكتروني واستعرض سعادته جهود الوزارة في تحديث البنية التحتية لقطاع الاعلام والاتصال وتعزيز جاذبيته الاستثمارية ومواكبته للتقنيات الحديثة بعد تحوله إلى صناعة عالمية ضخمة تتجاوز قيمتها 2.2 تريليون دولار أميركي ويمثل الاعلام الرقمي 57% منها لافتا إلى إنجاز الوزارة لأكثر من 20 مشروعا فنيا وتقنيا من أهمها مشروع القرية التراثية لتعزيز الانتاج الاعلامي والفني واستقطاب المواهب بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديث أنظمة البث واستوديوهات الإذاعة والتلفزيون وإنشاء إدارة للإبداع والإعلام الإلكتروني وتتشين المنصة الرقمية لبث ست قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية عبر التطبيقات الإلكترونية والأجهزة الذكية وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حضورها الإعلامي على الساحة الدولية عبر تعزيز الشراكة الإعلامية العربية في مواجهة الكراهية الدينية والتطرف والإرهاب والحملات الإعلامية المضادة وإدراج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية وتعزيز الإنتاج البرامجي الخليجي والعربي المشترك بما يرتقي بدور الإعلامي في حفظ الأمن القومي وتكريسي قيم التسامح والسلام ودعم التنمية المستدامة